اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كده عادي خلص انا بابقى فيري بعملي الدايرة زي ما انا عايز ووقت ما باسيب بتترسم الدايرة طيب اعايز ارسم دايرة بطريقة معينة واعرفها ازاي اعايز ارسم كده بص هنا الدايرة كده مش منتظمة الشكل مغرد اتحرك شوية بدأ يتعاملي عند الصليبة بتاع الماوس او الزائد دي يبتبقى دايرة مكتملة برسم الدايرة بالشكل ده او عندي مجارد ما بضغط shift من الكيبورد بتتعاملي دايرة مكتملة مكتملة الشكل بالشكل او انا ضغط shift مهما رحت فوق يعني عملت اي حاجة هي هتطلع لك دايرة مكتملة الشكل مجارد ما باسيب بتبتدي تعملي الشكل العشوائي ده كمان ممكن اقدر من alt والcontrol ارسم الدايرة من النص alt والcontrol بضغط عليهم ببتدي يرسمي الدايرة من النص لاحظ كده سوف انا بسحب وبطلع تطلع علي من النص وبتوسع لو لو شلت ايدي خالص هتلاقي انت بتسحب من من طرف وبتروح معك مع الماوس ارجع تعني alt control بسحب من النص وبارسم من النص ممكن كمان اضغط shift مع ال alt والcontrol يبقى تلعا الزراير انا داي ساعتها الزراير alt وshift وcontrol بابدأ ارسم من النص وكمان دايرة منتظمة الشكل طيب انا ساحبت الدايرة كده امدوس على v short cut mini keyboard اللي هو ده وضغب الكريك عشان امسك اللون وال stroke اللي حواليه واجبها في النص هنا ممكن لما ضغطت كده وحددت عليها اتحكم في اللون بتاعه اللون بتاعه بالشكل زي ما انت شايف اهو ممكن اتحكم في الفيل كالر كمان خلي افتح شوية وكمان ممكن اقدر اتحكم في ال stroke بتاعه الحجم بتاع ال stroke وممكن من من هنا وممكن كمان ادي له مساحة من هنا اتنين مثلا او خمسة بالشكل ده وممكن ال stroke كمان بدي له ستايلات عندي ال hair line بيبقى line رفيع شوية ممكن اعمل له الداشت بقمطع بشكل ده هكبر ممكن كده ممكن الشكل ده ممكن كمان الشكل ده واخر حاجة عندنا الشكل ده ممكن احط على كل ده ممكن اروح رايح مثلا على ده اقول له اديني مثلا دوتد بالشكل ده كده وممكن عندك ال wave وال wave وال wild wave وكلام ده اي حاجة انا بختارها بتزهر لي هنا ال update بتاعه عشان تقدر شوف فيه هنا ال wave وال very wave وفي وممكن هنا ال wild وكمان هنا ال medium وال short وال very short وعندي هنا ال long في الاخر الحاجة اللي انا بختارها بتقتدي تزهر لي هنا وابدأ اه مجرد ما اقول اوكي بتتطبق لي هنا طب ممكن اقول zoom for شوف يعني هنا بيكبر لي شوية لو انا لو انا قلت له اوكي هو هنا بيقول لك ايه شوز الان سيكنس جريتر زين زيرو اندلس زين يعني معنى الكلام ده بيقول لك ان انت لازم تحط هنا اي ما اكتر من صفر فهنا لما بشيل كده بضغط هنا بيظهر لي نص هنا في update اهو ولا واحد ولا تمانية ولا ايه انا هقول له مثلا خليني على واحد ماشي اقول له اوكي هنا تحول لي بالشكل ده فخلاص انت عرفت كده ازاي تتحكم في الاشكال دي وتعمل فيها ايه ده بالنسبة للـ oval tool بالنسبة للـ oval primitive tool بضغط بشيل دي خالص بروح رايح عليها وابدأ ارسل بنفس الطريقة اللي انا عايزها بلاقي هنا ايه اوور بريماتف اه بالشكل ده ظهرت لي وبعدين اه بقدر بقى من هنا وانا ضغط عليها كده اه اتحكم في الحاجات دي احنا قلناها والـ start shape سيفنا ممكن اقول له مثلا تسعين وهنا الـ end shape بالشكل ده وفي الـ inner ممكن اعمل اه حاجة زي كده ممكن اقول له close بس بتشلي هنا اه طبعا هو بيعمل لك دايرة ودايرة وبيوصل لك بينهم انا مش عايز التوسيع دي فاقول له close بس ده انا مش عايزه افتح لي الباس بتاع دا وده متوصل ليش بينهم فهو خلاص فتح لي حاجة زي كده لو انا متل اخبرت وعايز ارجع تاني بارجع بالشكل ده برجع للـ default setting بتاعي ده وده كان بالنسبة للـ oval tool السلام عليكم